عبر جوازات سفر متعددة فر من أوروبا فمحاولات القبض عليه رغم تعددها فشلت أمير فاتن اسم دنماركي على قوائم المطلوبين في الانتربول فسجله الإجرامي يتضمن القتل وتجارة المخدرات وغسيل الأموال غاب عن الأنظار منذ عام 2018 قياب لم يصمد أمام جهاز أمن الدولة في إمارة دبي الذي أعلن القبض عليه ففي عملية أمنية استخباراتية ظروفها استثنائية بسبب تقييد الحركة لمكافحة تفشي كورونا رصد أمير فاتن ووضع قيد الاشتباه وبعد التحقق من هويته تواصل فريق قانوني بالتعاون مع النيابة العامة في الإمارة ووزارة الخارجية والتعاون الدولي لإصدار الأذونات القانونية وبعد هذا ليلة الأربعاء الماضي جرت المداهمة في أحد أحياء دبي حيث يقيم قبض عليه ويجري التحقيق معه تمهيداً لتسليمه إلى الجهة التي تطلبه أمن الدولة الإماراتي وبعد القبض على أمير فاتن تعهد باستمرار تعاونه الوثيق مع أجهزة العالم الأمنية لرصد المجرمين مؤكداً أنه لن يسمح لأي عناصر إجرامية بالإفلات حتى وأن احترفت التخفي ترجمة نانسي قنقر